ورجعنا لكم تاني وزي ما قلت في بداية الحلقة هيكون معاينة النهاردة تفاصيل مهمة عن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسة وخمسين علشان كده هيكون معاينة دلوقتي مداخلة مع الدكتورة جيهان زكي وهي أستاذة الحضارة المصرية وعلم المصريات واحد من أعضاء اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسة وخمسين أهلا بحضرتك دكتورة جيهان أهلا بحضرتك وفي اللي سنة وإنتوا طيبين حضرتك ومشاهديك الكرام وحضرتك طيبة ودايما بخير يا رب بالتأكيد معرض القاهرة الدولي للكتاب يعتبر من أهم الفعاليات التقافية المستناها كل سنة عاوز أتكلم مع حضرتك كمان عن شعار المعرض السنة دي وهو الحقيقة شعار مختلف تماما شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة عايزة أتكلم أكتر عن دلالة هذا الشعار دكتورة جيهان خليني أقولك في الأول أن معرض الكتاب هي الفعالية الثقافية الوطنية الأكثر قربا لقلب وعقل المعطن المصري كلنا بكل شرائح المجتمع والأعمار المتفوتة والتعليم المتباين كلنا طبعا بنهتم جدا بمعرض الكتاب من أيام ما كانت في أرض المعارض ودلوقتي في المنارة اللي هي الوعاء الحديث والذي ينضح بالحداثة والعمارة المعصرة اللي يستوعب الزوار وكل طالبين المعرفة وعشان كده يمكن إحنا بنتكلم في الدورة 55 لمعرض الكتاب السنادي هي دورة خاصة زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي لأن شعارها نصنع المعرفة ونصون الكلمة أنا طبعا جاتي مجروحة لأن أنا واحدة من اللجنة السفرية العالية بس عايزة أقولك أنه إحنا فكرنا كتير جدا وتم الإختيار إختيار هذه المفردات المنمقة عن قصد طبعا وتعكس خبرة أعضاء اللجنة المعقارين بس عايزة أقولك أنه برضو الهدف من الشعار هي اهتمام هي عكس يعني فكرة أو الرغبة اللي عندنا جميعا سواء المتقفين أو النحبة أو القائمين على العمل الثقافي والمنظومة الثقافية في مصر وطبعا القيادة السياسية في صناعة المعرفة وإحنا عايشين أن المعرفة والمعلومات والعلم ونور العلم دولة حاجة مهمة جدا جدا خاصة في الأوقات الحرجة التي تمر بها الأوطان في الأوينة الأخيرة حقيقي وصون الكلمة ده برضو حاجة يعني ده محور مهم جدا جدا للاهتمام لأن الدولة المصرية عندها آلية واضحة جدا آلية للتعليم ولنقل المعارف من جيل إلى آخر والعلم معرض الكتاب يعني مناسبة سعبية وشعبوية هامة جدا بتلقي الدوء على اهتمام الدولة واهتمام وزارة الثقافة واهتمام هيئة الكتاب بتوصيل المعلومة وتوصيل المعرفة للمواطن العادي يعني إحنا شفنا في الدورة 54 وأتمنى أن يكون الحال هكذا في الدورة 55 كم من زائرين من كل شراء المجتمعية طبعا كانت أعداد مهولة ده حقيقي حاجة مهمة جدا عارفة ممكن جدا حد يقول لحضرتك هم بيروحوا يتفسحوا وما بيروحواش يخصوا الأجنحة مثلا لا هم بيدخلوا بيشوفوا بيشتروا بيكونوا سعداء جدا وبيكونوا حارسين ومهتمين جدا أنه هم يحضروا كل الفعاليات والحقيقة أن كل الدورات اللي حضرناها يعني كبرنامج في يحكى أنه في معرض الكتاب الحقيقة كانت كلها أحلى من بعض وكلها كان فيها تفاعل غير مسبوك وتحديدا آخر وحدة الأربعة وخمسين اللي حضرتك بتتكلمي عليها دي نجحة نجح غير مسبوك ده حالي لغم الظروف لأن الحياة لعلها يعني بصفة خير لخمسة وخمسين كمان إن شاء الله بس عايز أقولك أنه ممكن المواطن يروح ما يقتنيس كتب إنما يحضر ندوة يتثقف يعرف هيا دي صناعة المعرفة حضرتك صناعة المعرفة ده مفتاح القرن الواحد وعشرين إزاي المعرفة؟ لأن المعرفة هي الحاجة الوحيدة اللي هتجابه الجهل وقلة المعرفة صحيح طبعا ده دور وزارة الثقافة وهي وزارة خدمية لها دور كبير جدا ولها باع ولعلها أول وزارة وأول حقيبة وزارية اتعملت مش بس في الدول العربية ولكن في القرى الإفريقية بالعموم سنة 58 وده طبعا يؤكد ريادة مصر في مجال الثقافة وهي ريادة قديمة وما تزال وأعتقد أن مصر لن تتخلى عنها سواء عبر ناتذة معرض الكتاب أو نواسط أخرى تتجلى فيها الثقافة والإبداع المصري في الداخل والخارج طبعا النرويج هي ضيف شرف المعرض السنادي عايزة أعرف أكتر عن اختيار دولة النرويج كضيف شرف للمعرض هقولي حضرتك هو إحنا دايما لما نتكلم على الغرب مخن على طول بيروح لأوروبا ودول الكبرى زي فرنسا وألمانيا وإيطاليا بس في الحقيقة مملكة النرويج هي دولة هامة جدا الدول الإسكندينبية بشكل عام العقل والقلب المصري ما بيروح لهمش بسهولة ولعل اختيار هذا العام جاء لمحور غير مقلوف يمكن والناس هتستغرب إيش معنى النرويج لا النرويج دولة لها باع كبير جدا في الثقافة ودولة صانعة للمعرفة ودولة تعاملت مع مصر منذ قرن الخامس عشر والسادس عشر عن طريق المستكشفين والمؤرخين الأجانب الذين قدموا إلى مصر وكتبوا الكثير في هذا الشأن أيها طبعا النرويج طبعا دولة لها تاريخ مع مصر لها تاريخ مشترك ثقافي وما زالت وأعتقد أنها يبقى فيه مفاجآت جميلة جدا في الفترة اللي جاية عن اشتراك النرويج كبير شرف معرض الفتاة إحنا في انتظار الدورة اللي جاية وفي انتظار الدورة الخمسة وخمسين دكتورة جيهان بنشكر حدرتك دكتورة جيهان زكي أستاذ الحضارة المصرية وعلم المصريات على المداخلة التليفونية